اكدت سعادة السيدة امنى بن تحمد الرميحي وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني خلال زيارة انتفقدية الى مدينة سلمان اكدت على توفير حلول اسكانية مبتكرة وفورية تسهم في سرعة تلبية الطلبات الاسكانية للمواطنين وتعزيز الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص نعم وذلك تمهيدا لطرحها خلال المرحلة المقبلة بما يتماشى مع برنامج الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 واطلعت الوزيرة على نسب الانجاز بعدد من المشاريع في المدينة ومنها مشروع تنفيذ 303 وحدات سكنية بالاضافة الى مشاريع العمارات السكنية والاراضي المخصصة لمشاريع برنامج تطوير حقوق الاراضي الحكومية واشارت رميحي الى ان الاعمال الانشائية في المشاريع القائمة بمدينة سلمان تسير بواتيرة متسارعة ووفق الجدول الزمني المعدلها مفيدة بان نسب الانجاز بمشروع بناء 303 وحدات سكنية بمدينة سلمان قد بلغ 82% ومن المتوقع اكتمال نسب الانجاز بالكامل خلال الربع الاخير من العام الجاري واضافت ان مدينة سلمان تشهد حاليا تقدما في بناء العمارات السكنية والتي شرعت الوزارة في تنفيذها لتخدم اكثر من 1380 اسرة بحرينية حيث تم بناؤها وفق التصاميم المطورة لعمارات شقق تمليك والتي تتسم بتوفر جميع المرافق والخدمات التي تخدم القاطنين كمواقف السيارات التي تقع في اسفل البنايات والمناطق المخصصة للحدائق والعاب الاطفال فضلا عن الاطلالة البحرية لمواقع تلك العمارات ترجمة نانسي قنقر